بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم ما بعد عن رمز مبشر جديد. النهاردة هنتكلم على رمز لو شخناها في المنام او رؤية لو شخناها في المنام فنبشر بتحقيق امنيات وتحقيق امنيات بسهولة بدون تعب او بدون وجود عقبات. كمان من الرمز اللي بتبشر الشخص بالزواج. زواج كان رجل او كانت امرأة. من الرمز اللي بتدل على زيادة تقرب الرائل الله سبحانه وتعالى وبغض عن زنبق او معصية. كمان من الرمز اللي بتبشر الرائي بالنجاح بالتفوق اه بحصوله على مكانه بحصوله على اه منصب اه برضو بشارة بتغييرات في حياته بشكل اه ايجابي اه من الرمز اللي حين بتدل على سفر اه لو هو بيسعى لي اه فرصة السفر. الرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة هو اه رؤية الفتح الباب. فتح الباب بشكل عام وبالاخص فتح الباب بالمفتاح. اما يشوف الرائي انه بيفتح الباب بالمفتاح من الرمز اللي بتبشره اولا اه بتحقيق امنية يمكن بدون تعب او بدون اه مواجد اي صعبات في تحقيقها. اه كمان فتح الباب اه بيء المفتاح ليه الرجل وليه المرأة بشارة بيء الزواج. اه كمان الرجل اه لما يشوف انه بيفتح اه الباب بيء المفتاح فمن الرمز اللي بيطل على منصب. هو هيحصل عليه على الدرقية. على نجاح على تفوق. اه سواء كان كان الرائي بيدرس او كان نجاحه في عمله. كمان من الرمز لما يشوف الرائي انه بيفتح باب آآ باب سري او باب مش مش باين قوي او باب كان مستخبي. كل دي من الرمز اللي بيطل على ان الرائي هيكشف له آآ سر. آآ كمان فتح الباب بشكل عام برضو من الرموز اللي بتدل على حدوث تغييرات في حياة الرائي. آآ من الرموز اللي بتدل على استجابة دعاء. آآ لما يشوف ان البيبان كلها بتتفتح بسهولة. فتا استجابة دعوة هو كان آآ بيدعوها. آآ برضو الباب المفتوح من الرموز اللي بتبشر الرائي بالسفر. آآ بيه برضو الزواج لو كان غير آآ متزوج. آآ فتح الباب كمان من الرموز اللي آآ للشخص العاطل آآ بيكون بشارة ليه بحصوله على وزيفة وعلى وزيفة آآ يعني آآ مرموقة. لو كان هو بيعمل فمن الرائي اللي بتدل على الترقية آآ هيحصل عليها. آآ كمان لو كان هو تاجر او بيمتلك عمل تجاري آآ فمن الرائي اللي بتبشره بارباح ومكاسب وبتحقيق آآ 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 اموال وبتحقيق رزق وبقدوم آآ مال. آآ كمان الشخص لما يشوف انه بيفتح الباب المصنوع من الحديد بيشوف انه بيفتحه بالمفتاح بتاعه فبشارة ليه بالزواج والزواج من امرأة آآ بتتميز بالجمال. وكمان بالغنى. آآ فتح الباب بالمفتاح بشارة بسعادة. آآ بشارة بزوال هموم. آآ بشارة بآآ كسب مال زي ما قلنا. كمان آآ بشارة الرجل بحمل آآ سجده انجابها آآ ليه ولد والله اعلى واعلى. آآ كمان فتح الباب المصنوع من الخشب من الرؤى برضو اللي بتدل على الترقية وعلى آآ تولي آآ منصب خصوصا لما تشوف الرؤية دي امرأة مطلقة. فمن الرؤى اللي بتبشرها بتوليها آآ منصب. آآ كمان بشارة بتجاوز آآ مشاكل بتجاوز صعبات آآ برضو من الرموز لما تشوف ان هي بتفتح الباب بالمفتاح ده خلاص من آآ اعداء خلاص من اصدقاء شوية خير صالحين او آآ اصدقاء آآ يعني بيحاولوا يؤذوها آآ كمان فتح الباب بال بالمفتاح لما تشوفوا امرأة آآ مطلقة ففتح الباب بالمفتاح لو باب بيتها القديم احيانا بيدل على آآ رجوحها لي آآ زوجها مرة تانية آآ كمان فتح الباب آآ ليه المرأة الحامل برضو من الرموز زي ما قلنا اللي بتبشر بانجاب آآ ولد والله اعلى واعلم آآ كمان من الرموز اللي بتدل على ولادة آآ سهلة او ولادة ميسرة. اما لما تشوف انها بتفتح الباب. والباب كان شكله قديم او شكله متهلك. فاحيانا بتدل على صعوبة آآ ممكن تواكيها خلال فترة الولادة او طعب في فترة الحامل. آآ كمان المرأة المتزوجة برضو لما تشوف انها بتفتح الباب بالمفتاح. فبيكون برضو بشارة لها براحة وباستقرار. وبالاخص استقرار من الناحية المادية لها آآ او من الناحية المالية. لما تشوف انه الباب ضعيف او الباب هش او الباب متقسر او الباب آآ يعني آآ قديم قوي آآ فمن الرؤى اللي بتدل احيانا على مشاكل او آآ خلافات ممكن تحصل. لما تشوف ان هي آآ او زوجها بيفتحوا الباب مع بعض فدي من الرموز اللي بتدل على حب وعلى مودة وعلى استقرار آآ ما بينهم. الفتاة العزباء كمان لما تشوف فتح الباب فبرضو من الرموز اللي بتدل على تحسن في آآ مستوى المعيشة بتاعتها. كمان بشارة بكتوم خير ليها بشارة آآ زواجها من شاب هي بتتمنى او شاب بيحمل الصفات اللي هي بتتمنىها. آآ كمان آآ لما تشوف ان هي بتفتح الباب آآ برضو من الرموز اللي بتدل على رزق وعلى مال وعلى آآ نجاح وعلى استقرار مادي. آآ لو هي بتسعى لعمل فمن الرموز اللي بتبشرها آآ بفتح مصدر رزق جديد آآ ليها. آآ كمان لفتح الباب المغلق. ما تشوف ان هي فتحته بسهولة ودخلت آآ كمان جوه المكان. فبتكون بشارة لها بتحقيق آآ امنيات وتحقيق احلام وتحقيق آآ طموحات كانت بتتمنى ان هي آآ تحققها. كمان من الرموز اللي بتبشرها بالنجاح. سواء النجاح في آآ دراستها او النجاح في عملها لو كانت هي آآ آآ بتعمل. آآ من الرموز برضو اللي بتبشر بيه لو شافت انها بتفتح باب آآ اثري او باب آآ يعني باب شكله آآ آآ غالي او او آآ في مكان آآ زي قصر مثلا. فمن الرؤى اللي بتبشرها بالزواج من شخص آآ سري. آآ ده كده باختصار اهم البشرات اللي بتحملها لنا فتح الباب بيء المفتاح. آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او السفصال اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله هردتها لكم. بشكركم جدا وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.